قاطع طلاب من جامعة نورث ويسترن في ولاية إلينوي الأمريكية حفلة تخرجهم احتجاجا على استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة ورفض إدارة الجامعة الاستجابة لمطالب المحتجين على وقف الاستثمارات والعلاقات مع دولة الاحتلال كما قامت طلبة حفلا شعبيا خاصا أمام مقر العقاد حفلة تخرج السنوية للجامعة بمدينة شيكاغو رددوا فيه أسماء الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة طوال الأشهر الثمانية للحرب كما حمل الطلبة لافتات وصورا لبعض الشهداء كرسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني معلنين رفض التحذيرات والضغوطات التي يتعرضون لها من إدارة الجامعة